اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في حسن حال رجعت لكم اليوم في فيديو جديد اليوم إن شاء الله باش نحضروا مبعضنا وصفة طبيعية 100% صحية غنية بالفيتامينات نجمو نستعملوها كدواء وإلا بديل للسكر وصفتنا لليوم هي بودرة الخروب الخروب معروف بالفوائد الصحية متاعه خاصة لمرضى السكري يعالج برشا أمراض تنجمو تقرأوا عليه شوية في جوجل نحضروا منو برشا وصفات كيمة دبس الخروب عصير الخروب في تونس نحضروا منو حتى بسيسة الخروب واليوم باش نعملو البودرة متاعه هذي تنجمو تعاوضوا بيها للسكر خاصة للناس اللي تعاني من مرضى السكري وصفة سهلة في متناول الناس الكل إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل اكتبو لي في التعليق نجاوبكم وتوا نتعديه باش نشوفوا مبعضنا المكونات وطريقة التحضير وتوا باش نبدأوا باسم الله الأساس متاع الوصفة متاعنا هي الخروب هذي هو الشكل متاعه يكون جرون بالشكل هذي متوفر في دول المغرب العربي لكل السعر متاعه مش غالي وتلقاوه زادة حتى شجر في الشرعة تنجمو تنحيوه وحدكم هنزا ده في إيطاليا متوفر ماذا بيكم تنحيوه من الشجرة مباشرة متلموه شكل خروب اللي يكون طاية حلوطة في الأرض وتختاروه قرن قرن لازم يكون نوعية متاعه بيهية مهوش رمسوس جديد هذي هو الشكل متاعه هذي راني نحيطه من الشجرة بالقرن بتوا أول حاجة بش نعملوها بش نخصلوه بالماء خطر يكون فيه كمية كبيرة متاع غبرة وحاولوا تقرأوا عليه شوية في جوجل بش تتعرفوا على الفوائد متاعه حتى الناس اللي ما تعانيش من أمراض إن شاء الله ربي يحفظكم تنجمو تاخذوا منه كويقاية فيه فوائد كبيرة لهني كما شفتوا حتيت صحفة عبيتها بالماء وبش نبدأ نخصل بش شوية ما تخصلوش كمية كبيرة بش ما يتنفخ لكمش برشة بالماء كل مرة نحطوه شوية نفرقوهم بين يدينا بالشكلة ذي نحيو منهم الغبرة ونحطوهم يستقطرو ما يلزمش تنفخوه بالماء ما حاش نشبيه بش يتبل برشة من بعد لازمنا نشيحوه بش نجمو نرحيوه تعوى واضحة العملية ما نيفش نطول عليكم نكمل نخصل الكمية الكل ونرجعو بش نتعديو للمرحلة الثانية لهني بعد ما كملنا نخصلنا كمية الخروب الكل استقطرناها مليح توا بش نقسمو في سويني وبش نشيحو في الفور ما تحطوش كمية كبيرة فوق بعضها بش يشيحلكم بسهولة نحطوه في الفور على 160 درجة نار من فوقو من لوتا وردو بيلكم تحرقوه بش ما يتغيرش في الطعام انطيعو حاجتنا بيه من بعد شية حمية بالمياه لازم يكون مقارمش بش نجمو نرحيوه بالنسبة للناس اللي موجودين في دول عربية توا في وقت لخريف الشمس ما زالت قوية تنجمو تشيحوه البرة في الشمس اينا الهني ما عندي الشمس قوية تنشرو له ملحفة وإلا ناب وتحطوه بالطريقة هذية وتشيحوه في الشمس كما نشيحو أي نوع متعولة لاني سماعتكم الخروب كيفاش لازم نتحصلوا عليه لازم يكون شية حمية بالمياه مقارمش بالشكل اللي سمعتوه بش تنجمو ترحيوه بكل سهولة يولي عندكم بودر بش نستعمل الطحونة المنزلية هذية نرحي فيها الطحونة دي شفتوها معايا في برشا فيديو ويت إذا كان ما عندكمش طحونة في الدار بش تهزوه للطحونة اللي في الشارع تغسلوه وتشيحوه مليح وتهزو ترحيوه كما نرحيوه أي نوع متع توابل وإلا لبسيسة وفما في تونس بسيسة الخروب نوع من أنواع لبسيسة لبنينا برشا نحطوه فيها كمية من الخروب بش نرحيوه بالقلوب متاعو لقلوب فيهم فوائد كبيرة كما قلتلكم حاولوا تدخلوا تقرأوا عليها شوية بش تتعرفوا على الفوائد متاعو بش نرحيوه كامل توا نكمل نرحي الكمية الأولى ونرجعوا بش نوريكم النتيجة اللي تحصلنا عليها كما نرحينا كمية الخروب هذه النتيجة اللي نتحصلوا عليها توا بش نتعدي ونغربلوه بش نتحصلوا عليه بودرة رتبة استعملوا غربيل جويد أنا في الأول غربيلت بالغربيل هيدا من بعد بدلت صافية غربيلتلي خير ونتوم على حسب اللي متوفر عندكم المهم لازم تتحصلوا عليه بودرة رتبة لهنا من بعد مرحيط كمية كبيرة وغربيلتها هذه النتيجة اللي تحصلنا عليها ريحتوا بنينة نجموا تستغلوه كبديل للسكر ودخلوه في الوصفية تمطيعكم سواء في خفزة الدراعة بسيسة في برشة وصفية تتنجموا تستعملوه خاصة للناس اللي عندها مرض السكري هذه الصفية اللي استعملتها الغربيلتلي ذكرني ما كملت شغير بلتبيه استعملت الصفية ذي أخشن شوية هذه كمية تدي شي لنحيتها سهلة الوصفة ما فيها شي جربوها بقدرة ربي ترحمولي لولدي حاجة سهلة وغنية بالفيتامينات والفوائد ان شاء الله هالفيديو فيتكم وقدم لكم الإضافة وإذا كان عندكم أي مليحظة ولا تساول اكتبولي في التعليق نجاوبكم نتقابلوا في وصفية أخرين وآخر حاجة نقولوا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوينا فكما ما لا كافية له ولا مؤوي ان شاء الله ربي دمعلينا وعليكم النعمة ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته